ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم بعد مين؟ بعد الأمم اللي ذكرت في الصورة سيدنا نوح وسيدنا صالح وسيدنا هود وسيدنا شعيب وسيدنا لوط جاء بعضهم مين؟ سيدنا مين؟ موسى عليه السلام وأكتر قصة ذكرت في القرآن قصة مين؟ قصة موسى عليه السلام لأن فرعون يعني طغى في الأرض والدعى الأولوهية والربوبية قال أنا ربكم الأعلى دي الربوبية قال أنا الرب وقال أنا الإله ما علمت لكم من إله غير اللي اتنين حتى بعض المفسرين في قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قالوا هم الكلمتين دون لو قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير يبقى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بالمعجزات أتى موسى بمعجزات تدل أنه رسول من عند الله إلى فرعون وملئه يعني إلى فرعون وقومه فظلموا بها يعني كفروا بها والظلم برضو نوعان ظلم أصغر وظلم أكبر فظلم قوم فرعون من الظلم الأكبر الكفر بالله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين طبعا ربنا عز وجل عاقبهم بأن أغرقهم عن آخره وقدام مين؟ قدام موسى وقومه وده زيادة في النكال والعذاب لفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وأتباعه لما يشوفوا بعينيهم هلاك القوم الذين كانوا يؤذونهم ده يشفي قلوب قوم مؤمنين لما يشوفوا بعينهم هلاك عداء الله عز وجل ولما العدو يهلك أمام من اتخذه عدوا اللي هم الناس الصالحون ده برضو بيكون أبلغ في الإيلام والشدة والعذاب والإغرق ده نوع من العذاب الشديد أنك تموت بهذا الشكل فربينا عز وجل أهلكهم وأبادهم شبحانه وتعالى فانظر يعني اعتبر كيف كان عاقبة المفسدين